أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن التزام الرئيس عبدالفتح السيثي واهتمامه بالقضاء على التهاب الكبد الوباء فيروس سي كان أحد العوامل وراء نجاح جهود القضاء على الفيروس وقال رئيس الوزراء خلال كلمة له في احتفالية تتويج مصر كأول بلد يبلغ المستوى الذهبي في مسار مكافحة فيروس سي قال إن خبرات العقول المصرية التي ساهمت في تغلب على هذا الوباء الفتاك تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة دول العالم في استنساخ تلك التجربة غير المزوقة وأكد أن التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على هذا الإنجاز وضمان استداماته بكافة السبل والبناء عليه لضمان تحسين المؤشرات الصحية للمصريين أتوجه بخالص الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي تبنى هذه المبادرة ودعمها وتابع تنفيذها حتى كتب لها النجاح وأصبحت حديث العالم أجمع وبفضل ترجمة نانسي قنقر